ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المجادة العسكرية والوحدات العسكرية الذي أقال أن الوحدات العسكرية ليست ملكاً لأحد ولا المجلسة على القوات المسلحة إلا ما يقول الشياء عسكرية والشياء منها وللشار وللشار ولرد كل حقوق إلى أصحابها أنا أقول الحقاً المجلس على القوات المسلحة لم يقدم لنا شيئاً قد لا نشعر من خلاله أننا بدلنا بحياة يارينا ومن حق كل مواطن أن يتضار ومن حق كل مواطن أن نحنك ولا بدلنا أن ننفع أصواتنا ونقول في المجلسة على القوات المسلحة كنا نوقع وننتظر بعد حوالي 8 شهور على تنحي الرئيس المخلوع ومع هذا تغيير الله تغيير تغيير ولكننا لم نشعر بتغيير حقاً يشعر من خلال الشعر أنه لاك عمل جديد وأنه لاك تغييراً إذرياً عما كنا عليه قبل خمسة وشيئة لذلك نقول لابد أن نفرق بين مطالبنا الشرعية التي لا يمكننا حد أن ينكرها ولكن لابد كذلك نقول للمتربصين لمصر أو استخدر مصر وخور مصر كما خالد من خرعان للاعداء كثيرون من خالد مصر يتربصون منه ويبدون أفراداً من أوليك للإدرام في السبع مصر ولكن نقول مرة الثانية قلنا أتمنى بالمجنة يا خلق صحاً أنت كل أوقات وغادينا بيها في التغيير عما كنا عليه قبل خمسة وشيئة من شكراً 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 شكراً